اختي تلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون اهداف اللهم ارفع مقتك وغضبك عننا اللهم ارفع مقتك وغضبك عننا اللهم ارفع مقتك وغضبك عننا دعاء للشعب المصري والمصرين الحبيبة ان ربنا يرفع عننا البلاء اللي ابتلى بيه العالم كله هو الداء كورونا ونقول في هذا الموقف اللهم انما يكون بك غضب علي فلا ابالي النهاردة زي ما عودنا حضراتكم ان برنامجنا برنامج متنوع هنناقش فيه جميع المجالات ويسعدنا النهاردة اني نستضيف المستشار كمال يونس المحامي بالنقط اهلا سيدة المستشار اهلا اهلا بيك شيريبي اهلا بيك طبعا انا بحيي حضرتك وبحيي جميع السادة المشاهدين واذا لي بس في الاول فاضل اني يعني اتوجه بالشكر والتقدير وجزيل الاحترام للسادة المسؤولين في مصر والحكومة المصرية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وجميع المسؤولين على ما بزلوه من جهد مشكور الحقيقة وانا بتكلم من واقع خبرتي الكبيرة ان مصر صادفها مشاكل على مر العصور الحقيقة اننا شايف ان المسؤولين في الفترة دي على مستوى المسؤولية شكرا جزيلا لهم واعانهم الله واعان الشعب المصر دي اول حاجة نمرة اتنين تأذن لي وبصفتي محاميا ان اتوجه بالتهنئة الى الاستاذ رجاء عطية والى السادة اعضاء مجلس نقابة المحامين الجدد واخص بالذكر طبعا اخي الاستاذ عبدالحفيظ الروبي وجزيل شكر للأستاذ سامع عشور على ما بزله وتمنيتنا لهم بالتوفيق والنجاح والسادات ماشا ماشا يا سادة المستشور طيب قبل ما ندخل في الحلقة في سؤال يهم الشارع كله احنا دايما نسمع عن محام جزئي محام ابتدائي محام نقد يعني انواع مختلفة من المحاميين نعم عايزين حضرتك يعني توضح لنا ايه امتى المحام بياخد جزئي امتى بياخد ابتدائي امتى بياخد نقد نعم هو المحاماء درجات طبعا وكل درجة من الدرجات لها فترة زمنية معينة لابد وان يقضيها المحامي في عمله فالمحامي اول ما بيتخرج بيبقى محامي جزئي بيعد سنتين ثم ينتقل الى محامي ابتدائي ثم من محامي ابتدائي طبعا كل واحد لمحكمة لا يجوز للجزئي انه يحضر مثلا امام محكمة استقناف القاهرة او امام محكمة النقد او امام مجلس الدولة لا ثم محامي ابتدائي ثم محامي استقناف عالي ثم محاميا بالنقد والادارية العليا ودي اخر درجة ويعني دي الدرجات اللي موجودة عندنا في المحامة طب هل يا سيد المستشار المحامي العادي ممكن يترافع قدام المحاكمة العسكرية او طبعا بس برضو ليه درجات معينة درجاتها برضو نفس النظام انه لابد ان يكون محاميا مقيدا بدرجة معينة ليحضر امام المحكمة يعني انا حتى ليه ملاحظة ان في مجلس الدولة كان لسه من حوالي شارع وشارع ونوص احد السادة المستشارين رؤساء المحاكم بيسأل المحامي انت مقيد ايه مقيد ابتدائي لا لو سمحت مع السلامة اخر الجلسة لازم يكون على الاقل على الاقل استئناف استئناف عالي او نقط بس عشان تبقى الامور واضحة يعني وده وضع طبيعي جدا وده للقانون نص عليه طيب يا سيدة المستشار احنا هندخل في موضوع الحلقة مباشرة نعم كل يوم بنسمع في الشارع المصري نعم عن اتنين رفعين على بعض قضية ايصال امانة نعم او واحد راح يتعين في مكان بيكتبو ايصال امانة نعم او محل بيبيع بالتأسيط بيكتبو ايصالات امانة نعم عايزين نعرف ايه يعني ده موضوع يهم الشارع المصري كله نعم لان تقريبا خمسين في المية رافع اضايا على خمسين في المية نعم بيصالات امانة نعم فعايزين حضرتك تتكلم لنا باستفادة عن الموضوع ده نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا يعني هتكلم من واقع ان انا محامي عملي لان انا برضو ليه وجهة نظر معينة ان المحاماء في نوعين محامي بيشرح يعني راجل ممكن يشرح على الصبور اكاديمي اه اكاديمي يعني زي الدكتور يشرح الازين والبطين والدورة الدموية انما لما بيمسك مشرة ممكن ايده تهتز واحد تاني بيعمل كل يوم عشر عمليات لو النور طفى مش فرق معاه عارف سكته ايه مفيش اي مشكلة بالنسبة له فانا بالنسبة لي من الطرف التاني والاثنين لا غين عنهم ايه عشان برضو لا احنا لا ننتقس من طرف لصالح طرف اخر لا المعلم ده شيء والممارس شيء اخر الحقيقة انا من خلال عملي في مجال المحاماء وعلى مدى اكتر من اربعين سنة وقبلها طبعا ثمان سنين او سبع سنين وشوية زابط شرطة اشتغلت في الامن العام يعني فعلا لا يخلو منزل من شخص تعرضة لاقامة او اقامة جنحة خيانة امان سواء ليه او عليك اه الحقيقة ليه حضرتك بتروح مثلا تشتري اجهزة معمرة بالقس عربية انا بدي مثال قريب في حاجات كتير جدا انما ده انا هقولك ايه ده ممكن واحد رايح يتجوز بيمضو ايوه ده حقيقة بيمضو على وصلة امانة وعندنا حالات بالشكل ده واحد رايح يتجوز يمضو على وصل امانة يعني بدل الايمة وبدل مؤخر الصداق والكلام ده كله بيمضي وصل امانة فالحقيقة انه الموضوع اصالات الامانة من الموضوعات الشائكة اللي هي فعلا ما فيش بيت بياخله منها سلبا او ايجابا طيب وصل الامانة ده ايه هو وصل او يعني ايصال الامانة او جريمة خيانة الامانة خلينا نوضحها للناس على الاعم يعني اه يعني هي مش وصل الامانة بس هي جريمة خيانة الامانة دي نص عليها قانون العقوبات في المادة 341 وتأزل معلش اقراها باستفادة معلش يعني نقراها كده مع بعض المادة دي بتقول ايه كل من اختلس او استعمل او بدد مالا او امتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تماسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضع اليد عليها وكانت الاشياء المسلمة اليه لم تسلم اليه الا على وجه ركز معايا بقى في الحتة دي ارجوكوا والسادة المشاهدين الكلام اللي بقولوا ده في منتهى الخطورة وارجوكوا اركزوا معايا في الحتة دي الكلام اللي هقولوا ده مهم جدا لم تكن قد سلمت اليه الا على خمس حاجات خمس حاجات واحد ان تكون قد سلمت على سبيل الوديعة او الايجارة او عارية الاستعمال او الرهن او الوكالة تمام او سواء كان وكيلا باجر او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها في امر معين لمنفعة المالك تمام يبقى اذا احنا النهاردة عندنا خمس حاجات اللي قلتوهم دول لابد ان تكون سلمت اليه على سبيل الخمس حاجات دول لا ممكن حظك تكررهم مرة تانية حاضر اه هما سلمت اليه على سبيل الوديعة او الايجارة او عارية الاستعمال اشرح لنا عارية الاستعمال دي حبيبي عارية ايه هي عارية الاستعمال عارية الاستعمال ان هي ان اكون قد سلمت سلمت شيئا له بسبيل انه هو يستخدمه على ان يعيده اليه مرة اخرى بحالتها تمام عليك تعمل او الرهنة او الوكالة او الوكالة او الوكالة خمس حاجات منصوصين في القانون على سبيل الحصر اه ادي جنح طيب معلش يا سيد المستشار على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال لو سمحت على سبيل الحصر الحصر لا يجوز التوسع فيها ايه ايه على سبيل الحصر طيب نيجي بقى لموضوع جنحة ايصال الامانة اه ادي ايصال الامانة وارجوك لو فيه تقدم ده وصل الامانة المتداول اللي بيتباع في اي مكتبة بتلاقي ينزل يشتري دفتر كده صرت معنا على الهواء اه ايه تمام بينزل الشخص يشتري دفتر ويبتدي يمضي الشخص الاخر على ايصال الامانة نقطة مهمة جدا 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 عايزة وضحها اه وارجوكوا استوعبوا كلامي الكلام اللي بقوله ده معلش قد يكون هناك بعضا من السادة الزملاء ما يعرفوش ايصال الامانة دايما يقولك ايه لازم يكونوا تلات اطراف حتى اللي أنا مطلعه دلوقتي تلات اطراف لا اذا كان هناك طرفيني 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 فهناك جريمة تحيانة امانة يعني ايه يعني انا قاعد مع واحد دلوقتي فسلمت فلوس قلت له الفلوس دي معاك على سبيل الامانة تردهم لي وقت ما اعوزهم وقت مطلوبهم يعني معنى كده يا سيد المستشار ان حضرتك ممكن تبقى انت الداين والمستفيد في نفس الوقت ايه يا فندم شخصين اه انا بسلم واحد بستلم مش ضروري تلاتة اه يا فندم لو انت قعدت في اي قعدة وقلت له وصلة امانة اقول لك لا تلاتة انت لازم تكتب من علي لمحمد الحسين اه ان انا سلمت حسين عشان يوصل لكم للا انت عارفين الكلام لا يا فندم لا محكمة النقد محكمة النقد استقرت على انه اذا قام شخص ده حكم نقد صريح لا لبس فيه ولا غموض الكلام اللي بقوله ده من واقع احكمة النقد اللي هي المدرسة بتاعتنا اللي نلجأ لا قالت لك انا لو شخص قام بتسليم شخص اخر جالس معه مبلغا من المال فقام الشخص الاخر باختلاس هذا المال لنفسه عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة اه معايا حضرتك معايا فالنهار ده لازم نوضح للناس مش ضروري يكونوا تلات اشخاص قد يكونوا شخصين انما جار العرف على انه دايما واحنا عاديم في الكافيات عاديم في اهوة عاديم في اي حتة اقول له والنبي ده انا عايز اعمل وصل الامانة يقول له خد بالك اعمل وصل الامانة بين ثلاث لا مش ثلاث اطراف لا قد يكونوا بين طرفين اهده اماما المقصود بجريمة خيانة الامانة التي نص عليها التي نصت عليها المادة 341 من قانون العقوبات اه طب يا فاندم لو حضرتك احنا لا في طرف الدين ولا في طرف المدين طبعا عايزين ايصال امانة من وجهة نظر نعم الدين يكون مكتمل الاركان نعم فاتفضل حضرت أنا حقول على نقطة في منتهى الخطورة وفي منتهى الآمية وقد يغفلها البعض وأرجوكوا اسمعوني لأن الكلام اللي بقوله ده يمكن أنا سمعت حلقات كثيرة وكثيرا من البرامج تعرضت إلى إصالات الأمانة وتعرضت إلى ما تضمنته نص المادة 341 ولكن للأسف أنا كان يحز في نفسي أن ما يذكر لا يتضمن الحقيقة كاملة فأرجوكوا اللي بقوله النهاردة يمكن ما تسمعوش من حد تاني جريمة خيانة الأمانة اللي بتتم بين شخصين أنا النهاردة علي أن أقوم بكتابة أو بملء إيصال الأمانة صلبا وتوقيعا وبصمة أرجوكوا اسمعوا كلامي أرجوكوا رجاء خاص الكلام اللي بقوله ممكن ما تسمعوش أنا سمعت ومش هذكر أسماء برامج سمعتوا في أحد البرامج وبرنامج مشهور قوي ولم يذكر أي شيء فيما يتعلق بما يجب أن يتضمنه إيصال الأمانة يعني إيه يعني أنا النهاردة لما أجي أكتب إيصال لابد وأن أجيب اللي هو المدين اللي عليه الوصل يكتب صلب الإيصال ثم يقوم بالتوقيع مش يمضي فرمة اسمك إيه اسمي كمال عبد الفتاح يوني لو المدين اللي هيمضي على صالة الأمانة ده معلش يعني أمي لا يفقه القراءة أو الكتابة فهل ممكن شخص آخر بالنيابة عنه يمداله صلب الإيصال شوف في الحالة دي أنا هقولك الحتة بقى الجزئية الخطر فيها أنت هتدخلني في نقطة تانية في منتهى الخطورة في منتهى الأهمية وفي منتهى الجمال أنا كنت بأتكلم دلوقتي على نص المادة 341 من قانون العقوبات حضرتك نقلتيني نقلة كبيرة جدا وهي هناك نص مادة 340 من قانون العقوبات المادة اللي قابليها المادة دي بتقول إيه عليش أنا قراه لأن في منتهى الخطورة يعني أنت بتتكلم على موضوع أنا بقولك أنا سمعت برامة قانونية كثيرة ولم يتعرضوا لما نتكلم عنه الآن اللي هو صلب موضوع أنت الأمانة أيوة يا عصد شريف ده صلب الوقع نص المادة دي بتقول إيه وخدوا بالكوا منه يا جماعة نص المادة 340 بيقول إيه كل ما نؤتمنا كل ما نؤتمنا على ورقة ممضى أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياضة الذي فوق الخط أو الإمضة سندين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتماسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضة أو الختمة أو ماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزداد عليها غرامة لا تتجاوز خمسين جنيه وفي حالة ما إذا لم كانت الورقة الممضى أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بطريقة بأي طريقة أخرى فإنها يعد مزورا ويعاقب عقوبة التزوير يعني إيه لهمنا يعني إيه بقى بقى يعني حضرتك مشكورا جيت وقلت لي امضي لي على وصل الأمانة دا رحت أنا مضي لك على بياض ورحت باصم امضى وباصمة وسبت لك وصل الأمانة دا فوق وجيت ما دفعتش فحضرتك تلقائي حتتوجه إلى محميك ويقيم علي جنحة خيانة الأمانة يجي هو أمام المحكمة ويطعن بالتزوير صلبا على إيصال الأمانة صلبا ويستند إلى نص المادة 340 بأنه قد سلم إليك أهو سلم إليك إيصال الأمانة موقعا منه ولكن على بياض فإنت خنت الأمانة ومليت البياض اللي فيه فتعاقب أنت بالحبس يعني بدل أنت ما كنت هتحبسه هو هيحبسك وحيقدر يستوفي منك تعويض مناسبة فأنا بحذر من الجزئية دي يا جماعة خدوا بالكم كل من كل من يقوم بكتابة إيصال الأمانة أنا بتكلم معلش اللفظ صيفي وشيطوي أنا لا معده ولا معده أنا بتكلم ككل لابد أن يكون إيصال الأمانة مستوفيا لكافة بياناته صلبا وتوقيعا برضو حضرتك ما ردتش على السؤال اللي هو فإنه اللي هو لو واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب تمام هل ممكن يوكل حد أو إيه لجراء القانون اللي ياخده عشان يكتب على نفسه إيصال أمانة سؤال جميل جدا النهاردة أنا حمدي الوصل وحبصم حمدي هكتب اسمي وابصم لو أنا بقى ما ماضيتش الصلب دوة مش أنا اللي كتبه بنفسي يا حق شو بقى أنا بقولك على إيه أنا النهاردة اللي ماضي الوصل ما سدتش حضرتك هتقيم علي الجنحة الجنحة تمام أنا بقى منانيتي سيئة حاجي أطعن صلبا لا يا سيد المستشار أنا مش نيتي سيئة أنا أصلا معرف شعره وأكتب أنا جايلك أهو ماشي لو أنت نيتك سليمة هتروح تتفع حقك خلاص لا منان في الوقت ده يعني معيش المبلغ يعني كتبت لا أنا كتبته كتبته ودفعت الفلوس خلصت القضية طب جيت أنت ما دفعتش الفلوس ما دفعتش أنا هرفع عليك إيه جنحة جنحة ها جانا بقى قدام المحكمة وطعا صلبا أنا أقول ده أنا ما ماضيتش الصلب ما أنت ما بتعرفش تكتب فما ماضيتش الصلب إنما وقعت وبصمت يستطيع الطرف الآخر اللي هو الداية أيوة أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوة للتحقيق وسمع شهود أنا نعم معنا اتصال لأستاذ صبحي تفضل يا أستاذ صبحي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كنت عايز أسأل بس حضرته دلوقتي أنا معي أستاذ أمانة كنت واخده على واحد ومتفقد ومتصف في المبلغ وماضي وبصم عليه نعم تمام تمام كنت واخد منه الأستاذ الأمانة لكن تبدين أنه بيعمل لي مقطورة ومعملهاش وما تبدتش ومعملهش المقطورة والدهالي وبعها لناس ثانية غيري تمام فلما القاضي انتدابني للجلسة فروح تقولت الأقوال دي جناعا على كلام المحاملية تمام ودي فعلا الأقوال اللي تمت بيني وبين الراجل اللي أنا واخد عليه إصالي الأمانة تمام فبالتالي أن أنا لما رحت للتاج أن أنا أرفع عليه قضية فالقاضي سمع من الأقوال وقال لك كده برقة في قيانة الأمانة وحولها قال لك دي تعتبر أعمال تجارية مدني فأنا لطايل حقي بأعمال تجارية بالقانون وعلى طايل المأطولة اللي هو عملها وبحها الناس غيري والفلوس دي عند الراجل بقالها أكثر من سباح سنين تمام ففي الحالة اللي ازاي دي أعمل إيه معنا خلاص أنا كده لطولت المأطولة اللي كان بيعملها أن أنا أخدها والإصال الأمانة اللي حرره لبناء على أن أنا مش عامل لك مأطولة تاني أنا هديك فلوس وأتاخدها في تاريخ كده وترخ الإصال ولما رحت أطالب لطولت حقي أنا عايز أسأل حضرتك أنت كتواخد عليه الوصل وهو كده صلبا وتوقيعا آه كده بالمبلغ وموقع وباصم ووضع عليه والدم محامي إزاي بقى إزاي شوف طبعا أنا يعني أكيد فيه تفاصيل أخرى قد تخفى عليك يعرفها الأخ الزميل المحامي اللي رفع القضية إنما أنا هقول لك على حاجة إذا كان القاضي قال لك أن هذا النزاع نزاع مدني فعليك اللجوء إلى القاضي المدني بدعوة الزام أنا تحولت للقاضي المدني أيوة والغطوة فينا هذا أيوة ما دلش أي حل لا يعني رفعت دعوة متدولة رفعت دعوة دعوة متدولة الآن أمام القاضي المدني متدولة بس تبقى لها فترة حضرتك يعني أنا المفروض أن أنا أعرف أن الدعوة المتدولة بقى حكم بقى حكاكي مع المحامين نعم واستدت خبرة بقى من الموضوع دوت طبع كل محامي يجي غير الثاني طبع أنا دلوقتي الفلوس بعت علي بقى لها سبع سنين نعم ولا طال المبلغ ولا طال المقطور اللي كان بميلا مع الرغم أن الرجل معه فلوس ومكان واضح للجميع نعم نعم ومعه فلوس ومش عايز يدفع أنا عايز أسألك سؤال معلش أنا عايز أسأله سؤال هل حضرتك النهاردة الحكم اللي صدر ده كان الحكم أول درجة يعني صدر من محكمة أول درجة ببراءته من إيصال الأمنة آه أول درجة آه ما قدمتش طلب ليه للنيابة لاستئناف الحكم ما يباشا ما احنا طلبنا وبالتالي أن الإصال أساسا نتحفظ مع القضية لا لا أنا أصلي يا فندم بص حضرتك والنهاردة أنت لو صدر الحكم أول درجة بالبراءة النيابة العامة من حقها بعد تقديم طلب من حضرتك أن تقوم باستئناف القضية وفي الاستئناف أكيد أكيد بنسبة 100% إذا كان زي ما حضرتك بتقول أنا طبعا ما اطلعتش على ملف القضية ومعرش هو إيه هي الدفوع والدفاع التي أبداها الدفوع اللي أبداها نروا لما القاضي سألني إن الأسلوس دي عنده عبارة عن إيه طب المحامي بتاعي قال لي الفلوس دي عبارة عن إيه فأنا اضطرت أن أنا أتضح للصراحة إن الفلوس دي راجل دا كم بيعمل لي معطورة وما عملها ليش ولما جيت أطلبه قال لي ما فيش معطورة طب فين فلوسي قال لي فلوسك إصال أمانة هوت بيها ويوم محدد اللي هو كان مكتوب على الإصال هذا جنحة خيانة أمانة منتهي يعني طب يا أستاذ صبحي أعرف دعنا حضرتك وآلف شكرا للمداخل التحديد طبعا الأستاذ صبحي وفيه حلقة مفقودة مية في المية وأنا بقولها وأنا أجزم أن فيه حلقة مفقودة لأنه كلام اللي بيقوله ده هوت إنه هو قال له فلوسك عندي وفلوس وهناك إصال أمانة وكتبوا صلبا وتوقيعا وأقر بيه لا الموضوع دا منتهي لا جدالة في ذلك فيه حلقة مفقودة إيه هي بقى؟ يعلم الله ورسوله والمؤمنين طب نستاذ أن حدرتك فيه مكالمة تانية أطبعا الكابت نحمد صلاح مدرب حراس مرمى نادي الزمال أهل أنه كابت نحمد طبعا شريف إزاي حضرتك؟ إزاي حالك؟ أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله طبعا بحيي حضرتك وبحيي طبعا البيت الكريم الصشر طبعا كمال يونيس أهلا بيك بحيي طبعا الحلقة الجميلة دي طبعا أهلا بيك أول حاجة عقد عموضو الحلقة صالي شريف وبقول إن شاء الله بإذن الله الوباء الموجود إن شاء الله ربنا يبعد الشعب من مصر كله عن الوباء الموجود إن شاء الله ويحمي مصر ويحمي أهلها وإن شاء الله بإذن الله بعد إذن highways إن شاء الله مصر ستبقى خالية بإذن الله من مرض القورن عندك يا رب يا رب يا كريف أمين يا رب العالمين وطبعا بشكر حديقي سالي شريف وبشكر دفك الكريم من الصشر كمال يونيس اهلا بيك اهلا بيك يا كابتنا اهلا بيك اتفضلك فهو انا بقول لحضرتك في حلقة مفقودة يعني هو اكيد اكيد لو الملف قدامي انا هادر اطلع حاله ودي مش محتاجة لأي نقاش لان انا بتكلم قانون انا بتكلم قانون مش بتكلم اي حاجة ممكن يا سيد المستشاري يكون القاضي اعتبر ان المبلغ اللي اتدفع كمعاملة تجارية بحتة مالهاش علاقة احنا قدام ووقعة ايصال امانة انا قدامي ايصال امانة مكتمل اركانه ايصال امانة مكتمل اركان وهو اعترف انه خد فلوس وان هذه الفلوس مقابل المقطورة اللي بيعملها وان هي فلوس نقضي وكتب ايصال الامانة وسلمه له والايصال الامانة سلبا وتوقيعا وباصمة خلاص يبقى فيه نقطة مفقودة ايه هي هو اللي عرفها ومحامي اكيد وانا بقولك لا يمكن لان احنا النهاردة يا سيد الشريف احنا كل يوم يعني الرول بيبقى مثلا تلتمائة ربعمائة اضايا في دائرة الجنح بيبقى فيها حوالي مثلا مية وخمسين جنحة ايصال امانة على الاقل وخمسين مية كمان شيك يعني احنا بنتكلم في ايه من الجرائم التي تعج بها دائرة الجنح فده موضوع منتهي لا جدالة فيه يعني لا جدالة فيه طيب نرجع لموضوعنا تحت امرك فرشور احنا كنا بنحكي نقول ان ايصال الامانة من وجهة نظر الداين عايزين نكتب ايصال امانة مكتمل الاركان من وجهة نظر الداين من وجهة نظر الداين الداين اهم ركن من اركان جريمة خانة الامانة في ايصال الامانة ايه هي اهم ركن اهم ركن واسمعوني في الحتة دي يا جماعة والاسدزة الافاضل المحامين تلمزتنا يسمعوها هو ركن التسليم ركن التسليم اسحوا معايا في الحتة دي يعني ايه ركن التسليم يعني يا استاذ الفاضل اذا استطعت مع وجود وصل الامانة اذا استطعت ان تثبت للقاضي ان انتفاء ركن التسليم من واقعة جريمة خانة الامانة انتفت جريمة خانة الامانة وحصلت على براءة فالليه بيحصل ايه انه انا النهاردة واخد بقى لحضرتك برضو انا حدخل في حتة انه مش كل الجرائم وصلات امانة احنا عندنا جرائم تبديد المنقلات مهدي تندرج لسه جاي لحضرتك فيها دي انت مستنيلي يعني عليها طب يعني مدخلش فيها دلوقتي طيب حاضر حاضر وانت حضرتك بتقولي ده مش بخطي انما بتوقيعي وبصمتي اطلب من القاضي يا رئيس لو سمحت انا بطلب احالة الدعوة للتحقيق وسمع شهود لانتفاء ركن التسليم لاثبات ان واقعة التسليم لم تتم وان هذا الايصال سلم على سبيل المجاملة مثلا لا يا سيدو انت بتحكي من وجهة نظر المدين انا لسه الغد الوقت برضو مصمم على وجهة نظر الداين الداين اخ اللي مضى الواصل حييجي يسدد ويبقى يا دار ما دخلك شر يا دار ما دخلك شر يا امتا الحييجي يطعن يقول دي مش صلبا مش خطي طب ايه اللي يعملوا المدين في الوقت ده لو جي المدين وقال ده مش خطي لو قال ده مش خطي يطلب احالتها للتحقيق وسبع شهود يجيب اتنين شهود يقولوا لا احنا حضرنا الوقعة والراجل ده بيسلم الاستاذ الشريف الفلوس ومضى قدامنا ودي قمضته طب وهل ده يا سيد المستشار ولكن هيقوله برضو هيثبتوا ان هو مضى الصلب كتب الصلب لانه هو اصلا يجهل القراءة والكتاب طب ثواني هل يا سيد المستشار كل اللي هيجي يكتب ايصال امانة لازم يجيب اتنين يعادهم شهود عشان شوف هقول لحضرتك على حال هو مش ضروري يبقوا قاعدين انما قد يكون شخص على درايب الموضوع شخص عاصر الموضوع شخص توسط في الموضوع شخص كان عارف يعني وانا مش لازم يعني حتى ده في بعض الحالات بتطلب تحريات المباحث يعني في بعض الدوائر والنيابة بتطلب تحريات المباحث حول الواقعة انا اجيب اتكلم على الواقعة دي بالزاد انما في وقائع قريبة من هذا الشكل تمام فانا النهاردة ممكن يكون مثلا حطلب اتنين شهود يقول لك او والله ده جالي الاساس علي وقال لي ده انا هروح ااخد فلوس انا بمام يعني ما بعرفش اكتب وقره فهو هيمضيني طب اعمل ايه طب يعني ممكن يكون على علم يعني قاضي بياخد بالشهادة السماعية مش سماعية ده شهادة وقعية لا ما حضرش وقعة التوقيع ما حضرش اتحكاله وارجع اقول لك ايه بقى بما يطمئن اليه وجدان القاضي الجنائي بص بقى الحتة دي وجدان القاضي الجنائي ليه بقى لان يا سيد شريف ربنا سبحانه وتعالى وهب القاضي الجنائي ملكة قانونية لا تتوافر في اي شخص اخر حتى في القاضي المدني طيب حبيبك هيكلمك اوه مين يا فبيب مفيش اللي واحد بس هو حبيبي مين الدكتور اسماعيل سنين بس هوا ينهر بيض شفت شفت الملكة فجدت ازاي طبعا الرمز الرمز الكبير الرمز الرياضي الكبير في مصر والوطن العربي دكتور اسماعيل سيد شريف ازايك ازايك انا الحمد لله وعمل ايه في الجو ده والله هو ملتزمين البيت وده احسن حلاج للكورونا انك تلتزم البيت وكل واحد يلتزم بيته يا ريت والله الشعب المصري كله يعمل زي حضرتك والناشد بالناشد ده يا سيد شريف يعني يكفي الناس اللي بتعرض نفسها للمخاطر فبنقول للناس التانية التزموا عشان خاطر نشيل المخاطر من على البلد دي ومصر مش مستحملة يا سيد شريف فدعوة كلنا نتأخذها الالتزام بالبيت طبعا معاك قريمة كبيرة جدا يعني مستمع جيد للاستاذ جمال يوني في المستشار الكبير والقيمة والقابة القانونية ربنا يا خليل والراجل اللي معاك ده راجل جوهرة ده غاني عن التعريف يا دكتور اسماعين يا ريت ده أنا بقولك في الصداقة والاخوة والمحبة والقانون فمهما قلنا مش هنجزيه أبدا حقه لأنه فعلا ربنا يبارك له ويبارك في أولاده وإسرته لما قدمه لنا وبيقدمه للناس من خدمة قانونية يا دكتور اسماعيل وأنت رمز الرياضة ليس في مصر ولكن في الوطن العربي رمز ربنا يبارك فيك يا حبيبي أنت وأسرتك والكابتن باكري وربنا يديكم الصحة ويخليكم لينا كابتن طارق سليم العائلة الكريمة ربنا يبارك فيك يا حبيبي ما نتحدمش منك وإنت مش عارف أقولك إيه بنتمتع بالاستشارات القانونية اللي أنت بتقولها وبنتمتع بيك وبعدين تقعد كائنك في المحكمة الله يفعلها كائنك في المحكمة بتترافع لو شفت بالبالتو والناس هتكراري كده يا دكتور كان جايبنا نعروب المحاماة بقى أنت عارف طبعا في المحاماة بيبقى الصوت والصوت الجهوري والصوت كده والشخصية والمنظر العام بتاع المحامي برضو بيدي وهو الوقار كله بأسد كمال يونيس يعني لا يا فنم شرف لي يا دكتور إسماعيل شرف لي لا أنا اللي سعيد بأذي المدخلة الجميلة لأن انتوا الاثنين ما تتخيروش عن بعض الله يحفظك على تكره من الشخصيات المحترمة جدا طبعا طبعا رغم أننا يعني عرفته في مدة قليلة طبعا إنما زي ما تقولي أنا عايش معاه عم شرف لي يا كابتن إسماعيل شرف لي يا دكتور ربنا يبرك فيك ويبرك في الأسرة البرنامج الله يخلي ويبرك لكم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله يخش لي شكريني يا دكتور ألف شكر يا دكتور إسماعيل أخي كريم وفاضل ربنا يديه للصحة ويخليلينا نور نور لنا أنا من الناس المحترمة طبعا 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 طب نكمل برضو لسه احنا في وجهة نظر الداير معاك أنا معاك فأنا بقول لحضرتك هو حل من الاتنين هو ما بيعرفش يارى ويكتب وزي ما بقول لحضرتك يا أمتن حيسدد ويا دار ما دخلك شر يا أمتن حييجي يقول له والله مش حسدده حندخل في مجال التقاضي فحييجي يطعن بالتزوير صلبا صلبا فعلى الطرف الآخر أن يثبت للقاضي الجنائي أنه قام بكتابة الصلب نظرا لأنه يجهل القراءة والكتابة وبقول لحضرتك برضو في الموضوع ده هو القاضي الجنائي زي ما قلتها قضاء وجدان قضاء وجدان يعني إيه وجدان لأن زي ما بقولها وهكررها مرة تانية وعلى فكرة كثير في مرافعتي الجنائية ما أقوله للقاضي الجنائي أقول له أنني أخاطب فيكم أنني أخاطب فيكم وجدان القاضي الجنائي القاضي الجنائي الذي وهبه الله ملكة قانونية لا تتوافر في أي شخص آخر لأن سبحان الله يا أستاذ شريف عندما يجلس القاضي الجنائي يعني ربنا سبحانه وتعالى يظله يوم لا ظل إلا ظله فبيبقى عنده كتير جدا قضايا تقول إيه لا لا ده محبوس وتفاجأ ببراءة أو يكون براءة وتلقي محبوس لأن القاضي الجنائي ده يعني حاجة بتبقى فوق مستوى البشر ربنا يخليهم لينا قضاء مصر الحصن الحصين القضاء المصري أنا أنا بقولها لك وبمنتهى الأمانة هو الحصن الحصين في هذه البدل في هذه البلد أدامه الله لنا وحفظ قضاة مصر الأشراف اللي أنا بنعتز بيهم فعلا والله مش بقولها مجاملة لكن دي حقيقة يا سيد المستشار جاي من مدخلات النهاردة كتير جدا أنا تحت الأمر طيب سيد أحمد من عصيوت ألو السلام عليكم عليكم السلام السلام مساء الخيلة على المشاهدين جميعا وعلى حضراتكم بالذات سيد المستشار أهلا بيك فاند أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك بالنسبة للموضوع سيد المستشار الموضوع بتاع شائق شغية تحت أمرك فاند كنت عايز من حضرتك استفسار بس بسيط تحت أمرك فاند أنا دلوقتي كان حصل لموقف كده ألو نعم ألو طيب أنا أستاذ محمد من الشرية بفضل يا أستاذ محمد ألو ألو أيوة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم منورين أهلا بيك أهلا بيك أنا كان لي أسؤل سعبت المستشار هو مريتان دلوقتي أنا سمع حضرتك بتقول لازم أي حد رفع إصال أمانة لازم يجيب يتنين شهور لا لا ده إذا إذا تشكك في ركن التسليم إذا تشكك أهلا لا يا فاندن إذا كان الإيصال مكتمل أركانه مش محتاج ولكن أنا قلت أهم ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة هو ركن التسليم فإذا استطعت نعم إنما لو الإيصال صلبا وتوقيعا وبصمة من المدين جفت الأقلام وطوية الصحف يعني أنا دلوقتي لو هو ماضي للإيصال نعم ماضي وباصم أيوة وهو اللي كاتب الإيصال كله شكرا لا فيش أي مشكلة شكرا شكرا لو أنا كاتب الإيصال يا فاندم دلوقتي وهو باصم وماضي فقط وهو إنت اللي كاتب الصلب آه حيطعن عليه ما أنا قلت لك المادة تلتمية واربعين ارجع بقى للمادة تلتمية واربعين إنت اللي ممكن تتحبس يا جماعة خدوا بالكم الحتة دي أرجوكم رجاء خاص أنا النهاردة طالع بقول لي لأن أنا سمعت إيه أحد البرامج ولا داعي ذكر أسماء كانوا بيكلموا فيها ولم يتعرضوا لهذه الجزائية أنا بتكلم قانون على فكرة أنا لا أتكلم طق حنك كلام كده لا ارجعوا لنص المادة تلتمية واربعين من قانون العقوبات آه نص المادة صريح لا لبسة فيه ولا غموض فلابد أن يكون الصلب والتوقيع ودلوقتي البصمة عشان إيه نبقى منتهيين من الموضوع نبقى من وجهة نظر المدين إزاي يعمل إصال أمانة نعم طيب ما عليش الأستاذ محمد من القاهرة أهلا أستاذ محمد فقر أئهلا وأأله ايه؟ نعم اتفاضل يا سيد محمد اتفاضل سامعينا كاتب كاتبت لها قيمة ايوة ومس ما جبت لهاش اي حاجة خالص نعم وتضح لي ان هي متخلفة عقليا نعم فاخدتها ودتها الاهلاق نعم امها مش عايزة تعيش معي كنت انا قاعد عندهم نعم فدلوقت اخدوها مني ورفوا علي القيمة رفعوا الايمة تمام جنح التبديل جنح التبديل بس انا ما جبتش حاجة ولا هي جابت حاجة خالص تمام 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 جنح التبديل هنناقش الموضوع ده حاضر بس نخلص اللي بنتكلم فيه حاضر وهنرد على حضرتك لان الموضوع ده في منطقة الخطورة في جزئية مهمة هاقولها لكو دلوقتي نعم حاضر يافسي بحضر حاضر هنرجع تاني من وجهة نظر المدينة نعم ازاي المدينة ياخد حكمه براءة في قضية ايصال امانة اول حاجة انه على اسوأ فروض ما كتبشي الصلب يبقى كده مش هاخد براءه بس ده حيرجع على الطرف الاخر ويحبسه وياخد منه تعويض شبه يا جماعة انتبهوا للكلام اللي بنقوله لما تيجي كده او كده طب معلش يا سيد المسلشار يعني معنى كده الشركات اللي هي تمضي تمضي الناس صلاة امانة على بياضة ما يجي يتوظف فيها نعم لو هو كتب الإيصال بنفسه لصاحب الشركة نعم يبقى ممكن المدينة يرجع عليه ويحبسه مضى بس مضى بس لا اما كتبش حاجة ده على بياض لا انا عايز بقى في الجزئية دي فضلا عن ان انا بقول انه لابد ان يكون الصلب بخط المدين اذا حدث امر زي ده استاذ شريف انه ييجي في شركات او في بعض الحالات ويمضيك على وصل امانة عليك ان تتوجه الى اقرب قسم وتعمل محضر اثبات حالة شوف الكلام اللي بقوله ايه محضر اثبات حالة لانه ربما في يوم من الايام نعوذ هذا المحضر ورقمه وتحتفظ به بمنتهى البساطة انا توجهت للعمل لدى شركة كذا والشركة دي من ضمن الشروطة انها تمضيني على وصل امانة ده في حالة الشركات بس لا يا فندم اي حاجة مضتك على وصل دون وجه حق انا بتكلم لا هفترد انت روح تشتريت عربية ومضت على وصله حق ربنا لا لا انا بتكلم على ايه اللي ياخد الوصل عشان ده فيه بلاوي بتحصل في الحاجات دي ده انا بشوف حاجات يعني يقشعر لها البدن يا جماعة رجائي رجائي من الطرفين قال لا يلجأوا الى هذا الاسلوب الرخيص ده مش اسلوب افدك ده واحد جاي يأكل عيش ما ينفعش ان انا مضي على وصل الامان عشان احبسه بعد كده معايا بسازن حضرتك برضو فيه مكالمة معنا ودخلة من اصد محمد من الشرية معاك يا فن السلام عليكم عليكم السلام تحياتي لستاذ المستشار لحضرتك وانا كنت بسسلها لفترة دلوقتي والخطة افع لا تمام معاك يا فن بالنسبة حضرتك لستاذ المستشار بعد جائز من حضرتك يعني دلوقتي انا تم تبصيني على وصل امانة وانا مقيد تحت الاخراء ده كلام معايا حضرتك تمام تمام ماضيت بس ولا صلبا وتوقيعا لا يعني بصمت بس بس مش كده بس بس تمام فن وبعد ومحضرتك يعني ايه انا تم اقيادي لما كان مزهول انا فاهم الواقع دي ايه فاهم انا بكلمك ليه انا مش محامي خارج كلية حقوق وانا اصلا كنت ضابط شرطة فالوقائع دي انا مريت بيها وانا بشتغل في البدرشين ضابط مركز والفت النقط فكل اللي انت بتقول انا مستوعبه معاك تمام حضرتك تمام فالنهاردة ان انا ماخدتش عرف الناس اللي عملت كده وانا كنت باصم على الوصل وانا يعني مقيد نعم ومقيد الحقرية برضو في نفس الوقت نعم ودلوقتي فجيت ان في ناس شكياني بالوصل ده نعم موضوع ما في منطقة البساطة الاول حاجة في حاجة تانية غير كده او انا بعد مسلات على طول من عندهم او رفت عملت محضر برافو عليك جدعة برافو كنت هقولك باللوقتي جدعة او بعد كده انا جيت عشان اقدمه للقاضي نعم القاضي قالك ان التحريات بتقولك احنا مش عارفين من الستكب الوقت لم تتوصل التحريات او لم تتوصل التحريات لمستكب الوقت انا اصلا لما هم سألوني في المحضر انا قلت مش عارف تمام لان انا تم اقتيادي وتغميتي ويا صامر باب يعني حق تمام انا اسألك سؤال واحد بس انت بتقول بصمت بس ما مضيتش اي ماش كده بس افاد حضرتك مشكورا اللي هتطعن بالتزوير على صلب هذا الايقاء الايصال وانك قد وقعت عليه كرها او اكراها تمام وزي ما بقول لحضرتك وتقيم جنحة خيانة تمام تبقى لنص المادة تلتمية واربعين افتكن نص المادة دي وانت هتاخد حقك تالت بتالت ما فيش اي مشكلة مضمونة ما فيهاش هزار يعني انا بكلمك قانون قانون مش اي حاجة تالي طيب الوقت مر ما حضرتك زي لازم حضرتك تبعدنا بقى يبقى فيه مجموعة حلقات ان المواضيع دي بتهم الشارع انا سعيد انا سعيد والله باسئلتهم وبفرح لما انور الناس في النواحي القانونية دي ربنا الجزيخ خير على اللي بتعمله بحت امر وسعيدنا بحضرتك وتشرفنا بيك احنا اللي تشرفنا بيك وفندك الله يحفظك شكرا بيك عزيزي المشاهدين سعيدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم السلام عليكم شكرا